اهلا بكم مشاهدينا وفقرتنا الاخيرة في حلقتنا النهاردة ايام قليلة وبطوعة لنتيجة السنوية العام طبعا طلاب كتير بتكون مش عارفة هي عايزة ايه وده حال المرحلة الحقيقة حال المرحلة للسنية والعمرية والمستجدات اللي هي بتكون كبيرة جدا على عقلة او تفكير الطالب في المرحلة دي اللي هو بطبيعة الحال مدوش جدا بالمذاكرة وبالامتحانات فممكن ما يكونش مستوعب القصة بتحصل فيها ايه فالنهاردة هنحاول نتكلم على روشيتة لكل طالب من طلبة الثانوية العامة وازاي نختار الكلية المناسبة وكمان هنقول لكم شوية نصايح كده قبل ما نختار الكلية لان دايما بنقول ان دي سنة تحديد المصير فمعنا نهاردة الدكتورة أفات يوسف أستاذ علم الإدارة استشاري التنمية المشارية عشان نتكلم في القصة دي ونحط النقاط على الحروف لان دكتور أفات قبل الفاصل أو حتى وإحنا قبل ما نطلع للهوى قال لي فيه بعض الطلبة بتكون حتى هدف أصلا غلط فالنهاردة هنحاول بقى نحط الناس على الطريق السليم من خلال فقرة أهلا بيك دكتور أفات شامس أخير صباح ألف الله على حضرتك الحمد لله بخير والله النهاردة الموضوع ده موضوع حاوي وحاسم ومهم ومحير بالنسبة للأهل وبالنسبة للطلبة فأنا عايز المنظومة دي هشان بقى الأهل والطلبة يعني الأهل لازم يحطوا في دماغهم حاجة صغيرة إنه ربما الطالب يكون لسه ما عندوش القدرة الجيدة على الاختيار فلازم هنا يكون فيه نوع من التعاون نوع من التعديد بس مش الفرد لأنه أحيانا الأب والأم بيفرضه أنا طبيب فعايز ابني طبيب ده غلط لكن مفروض يساعده يعني فاروق الباز مرة كان بيتكلم فاروق الباز تعب عن خريج علوم جيولوجيا إنه والدته كانت ليها دور مهم جدا في توجيهه الاتجاه الصح وهو في الثانوية عامة فإحنا هنتكلم على إزاي الاختيار وياريت الأباء والمواتي بفاهمين معنا إنه هم ليهم دور بس بشكل ما يكونش لأنه أحيانا لما أنت بتفرض حاجة على ابنك بتلاقيه بيصر على رأيه لإحساسه لا أنا محدش يفرض علي حاجة إحنا عندنا كده يعني تلات نقاط أساسية في اختيار الكلية الجيدة النقطة الأولى هي القدرات العقلية النقطة الثانية هي الميول الشخصية النقطة الثالثة هي فرص العمل هو مثلث ما ينفعش تشيل منه أي ضلع الإمكانيات العقلية فأنا لازم أنا كطالب أقيم نفسي كويس وهنتكلم معنا بالتفصيل دلوقتي فكرة الفصل الأيمن والفصل الأيسر من المه الميول الشخصية أنا حابب إيه فأحيانا ما تبقى الشغلانة ممكن تبقى متناسبة معايا أو الكلية متناسبة معايا بس أنا مش حابب نقطة الكارثية بقى شام بس خلينا نقول النقطة الثالثة هي فرص العمل ودي يمكن الطالب نفسه ما بيبصش عليها مفروض الأب والأم يعني ناس كتيرة جدا مثلا بتدخل كلية تجارة أو كلية حقوق طبما أنت لازم تشوف العرض والطلب السوق محتاج إيه المعروض قد إيه الأهالي أبو الطلبة بتفكر أن هي ملمسة في أي حاجة طب ممكن تشتغل في أي مكان هي دي فلسفة كلية تجارة بالنسبة للناس ناخد الإمكانات العقلية ونتكلم عليها شوي أنا دلوقتي عايز أعرف طب أنا أنفع في إيه يعني الكلام اللي هنقوله ده كلام علم جدا ويريت الأباء والأمهات يركزوا والشباب معنا نقطة مهمة جدا في اختيار الكلية هي مين الفص المسيطر عندك في الوقت مين الفص الأيمن ولا الفص الأيسر الفص الأيمن مسؤول عن الإبداع عن الموسيقى عن التخيل فالكليات اللي تزوءك أو تروح ناحيتها لو أنت الفص الأيمن تدخل من المخ الفص الأيسر من المخ ثلاث كليات مهمة جدا بالنسبة له هندسة وحقوق وتجارة طب ليه؟ لأن الفص الأيسر من المخ مسؤول عن المنطق والأرقام والإحصائيات هندسة بغض النظر عن عمارو عمارو احنا بنفضل أكتر تبقى الناحية لمين؟ الإبداعية تمام محتاجة أن انت تبقى في عرف تحلل حقوق محتاجة أن انت تعرف تحل مشاكل الكلية التالتة اللي هي تجارة ومشابة وبزنس معاها برضو دي محتاجة أرقام لو أنا واحد الفص الأيمن عندي من المخ هو الأقوى ودخلت كلية تجارة فأنا هقعاني ليه هقعاني؟ لأن أنا إدراكي أو اهتمامي أو ميولي للأرقام هتبقى أوليلة فدي نقطة مهمة جدا دخلت أنا منطقة غلط مش ماشي مع الطبيعة بتاعت تفكيرك يعني هقول لحاك مثال بسيط جدا أحد الشركات اللي بشتغل معاهم كاستشاري الراجل اللي هو المدير المالي للشركة يقعد معنا في الاجتماعات بتعرض كده البرزنتيشنز تلاقيه سرحان جدا أول ما يظهر جدول فيه أرقام تلاقيه عينه بتادي التركز ليه؟ عشان هو الفصل الأيسر من المخ عنده قوي جدا تلاقي الناس بتاعه التسويق اللي عاديين معنا أول ما تيجي حاجة فيه أرقام تلاقيه إلى حد ما وقع شوية منك لأنه رايح أكتر ناحية لا لو حطيت لي صورة إعلان حطيت لي صورة مش عارفة فهي دي فكرة الدومينانس أو السيادة اللي عندك في المخ رايحة فيها طيب ولي يا دكتور رفض زي الكليات الجديدة والجامعات الأهلية والمنظومة الجديدة ممكن توفر البيئة المناسبة أن أنا أروح لاتجاهات كتير حسب قدراتي أو ميولي أو حتى فرص العمل اللي بتوفر من خلال هذه المؤسسات التعليمية عشان الزكاء الاصطناعي وتحليل المعلومات ابتدت تبقى كتير جدا وبتدت حتى كمان تندمج مع كليات لي علاقة بالبيزنس فتلاقي فيها حاجات فيها بيزنس وفيها جزء لي علاقة بالرقمنة أو الزكاء الاصطناعي الكليات دي ابتدت الناس تفكر فيها لأن فعليا المنظومة بتاع الكليات القمة دي خلاص دا دا للأسف يعني بنستخدمها كواجهة اجتماعية بنستخدمها مثلا لما الولد دي يجاوز أصلا دكتور أو مهندس ثقافة المجتمع ممكن يكون دكتور أو مهندس فاشل وهي دي الفكر وهو أحيانا يعني أنا أعرف حد شخص كان دماغه رايحة ناحية هندسة وبيعشق الأرقام والده كان صيدلي وأصر أن الولد يدخل صيدلة الولد تخرج من الكلية بيقول لي أنا عندي صراع مبيني أن أنا أحب أبويا وأكرهه أحبه عشان هو أبويا وأكرهه لأنه هو ضيع مستقبلي خلي بالك من القصة حتى فيه عالم كده مشهور اسمه ليفن كان حطي كده مبدأ اسمه الابروتش افويدنس لكن مش قصة بكرهك ولكن أنا مش قادر أغفر ليك الخطأ أنك أنت دخلتني في اتجاه أنا بشكل أو بآخر مش رايح فيه ودلوقتي كمان يعني رجوعا للسؤال اللي هو فكرة الأدوات والتكنولوجيا دلوقتي فيه حاجات كتير جدا بتقدر تقيس عقلية أو إمكانيات الطالب يعني فيه جامعة مشهورة في إنديانا في أمريكا اسمها جوشن حتى كده اختبار قدرات حلو جدا على الويب سايت بتاعهم ما عندناش احنا حاجة شبه كده هارفرد وأكسفورد هما دول جامعات اللي بيبقوا يا دكتور بتكلم على الحاجات اللي هي بتمسينا إحنا في مصر إزاي أوجه الطالب من خلال إمكانيات متاحة لا هو هنا بيحدد لك أنت إمكانياتك العقلية رايحة ناحية أكتر إيه الإبداع ولا الأرقام والأرقام دي لها كليتها تانية لو أنا راجل بحب الإبداع وبعدين خلي بالك من حاجة صغيرة هو وارد على فكرة أنه يختار كلية ويدخلها وبتبقى كلية اللي بيحبها وبعدين يكتشف لا أنا يعني حوايتي رايحة في اتجاه تاني لأنه الطالب دلوقتي لسه صغير شخصيته لم يحدث فيها اكتمال أو نضج يعني هقولك ثلاثة أمثلة مثلا لما تاخد واحد زي مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا كان إيه؟ كان طبيب ونجح أكتر كرئيس وزراء لما دخل البزنس رئيس وزراء سنجابور كان محامي رونالد ريجن رونالد ريجن كان ممثل بس بالمناسبة رونالد ريجن كان خريج كلية إيكوناميكس أو اختصاد بس خارج حب التمثيل له كم سنة؟ 68 سنة هو تالت أكبر رئيس لأمريكا بعد بايدن وبعد ترامب هو رونالد ريجن وبيعتبروه الأب الروحي للعولمة يعني نشوف واحد قاعد فترة طويلة جدا في هواية معينة اللي هي التمثيل وهو كان كومبرس وكان فاش لكن لما دخل البزنس ودخل السياسة كان أحد أعظم رؤساء أمريكا تب قولي يا دكتور بقى الأهل أو الطلبة اللي بتقول أنا مش هستخسر المجموع بتاعي فكلها معينة ده أمر قائم يقول لك لا خسارة المجموع ما تخشش الكلية الفلانية لا خش الكلية اللي هي بتتناسب مع المجموع الكبير اللي انت جبته نرد عليهم ازاي؟ نرد عليها بفكرة البزنس المطلوب والمعروض لو أنا أقدر أنجح في كلية مثلا زي علوم أو زي تجارة أو زي حقوق وده أكشوالي ممكن فعلا يبقى الواقع اللي هيحصل لكن أنا جاي بـ 95% حرام أدخل الكلية الفلانية بـ 95% هي مش قصة المجموع كامل لأن المجموع ده مش هو اللي هينجحك بعد كده بشغلك احنا بندور على الشغلانة دي أو الكلية دي ممكن تدخلك شغلانة تستفيد منها ولا لا الحاجة التانية وممكن احنا بنحب نقولها للناس أنه دايماً الأب والأم والولد نفسه اللازم يركز في آخر سنتين في الكلية أن يبتدي أخذ الكورسز اللي تساعدوا في الشغل لأنه أحياناً الطالب بيتخرج بيلاقي فيه فجوة شوية ما بين التعليم الجامعي وما بين متطلبات السوق الشطارة عندي أنه أنا وأنا في الكلية أبتدي أطور نفسي طيب لما أدخل انترفيو بعد ما أتخرج هيكون عايز إيه؟ عايز إكسل عايز باور بوينت عايز مش عارف SPSS عايز إنجليش كويس جداً طب أنا مؤهل الكلام دا ولأ لأنه لو ما خدش باله من نقطة دي وتخرج ولأ أنه بيدخل في الانترفيو بيلاقي أن فيه لأ فجوة موجودة طب أنا لو شاطر أقفل الفجوة دي قبل ما أتخرج فدي نقطة مهمة الناس كتير ما بتبصش عليها يعني لأن انت بتيجي في الانترفيو ألاقي أقولك طب أنت درس الحاجة طب أخذت كورس في الحاجة الفني لا طب أنت مش هتنفع فدي من النقاط المهمة يعني لازم أنا أشتغل على نفسي وأنا في المرحلة الجماعية طبعا مش أستنى أن أنا مخلص وبعد كده أشوف حامل إيه وكان فيه كان أعتقد حد الفقرة اللي قبل دي قال لي حاجة حاجة كده اسمه لطيف اسمه فريلانسر الفريلانسر بالعربي بنسميه هاوي يعني فيه ويب سايتز كتيرة جدا للفريلانسر يعني يعبار عن مواقع بتجيب الشخص الهاوي ده اللي بيعرف يعمل حاجة معينة وبتجيب الشركات اللي عايزة حد يعمل لها حاجة بس ما يكونش بياخد فلوس كتيرة يعني فيه ولد على سايت أمريكان اسمه أبورك ولد مصري الساعة بتاعته بروامية دولار شوالله ده حقيقة هو بيعمل ويب سايتز هو ويب ديفلوبر ولسه في الجامعة بيعمل ويب سايتز اه بيعرف يعمل لك اللغات البرمجة بتاعت الويب سايتز وفيه ناس مثلا بيبسوط حلو بيعمل وفيه واحد عنده شاطر في الدزاين فبي يقومش انك بيبعك تخصص او انت متخرج انت بتعمل حاجة معينة بتدخل تحط شغلك والناس تدخل تتفرج عليك فتلاقي شغلك حلو يقولك يعمل لي الحاجة الفلانية فهنا ده انت ممكن تجيب دخل وانت في الكلية يخليك بقى تصرف على نفسك تاخد دورة مسلا متخصصة في مساعة مش عارف الجافا سكريبت تاخد مش عارف في الويب ديفلوب من تاخد فيه فتلاقي مع الوقت انت بتتخرج ومعاك مصدر رزق كويس وفي نفس الوقت مؤهل انك انت تشتغل طيب ممكن يا دكتور انا في مرحلة ثنوية عامة يكون عنده يبدأ افكر هشتغل ايه ممكن اصطدم بواقع غير الامل اللي انا كنت احطه في زهني او في بالي ازاي ممكن الطالب بقى يدرك طبيعة المرحلة دي يكون عنده فكر استباقي شوية الحلم والهدف لازم والتونيف لازم يكون متوافقين مع الحياة انت عندك معظم الولاد دلوقت حلمهم من هو محمد صلاح طيب انت ممكن ما يكونش حلمي ان انا بقى ممثل مشهور طب انا ممكن ما يكونش عندي الامكانيات دي حلمي بقى جراح مشهور ما ممكن ما يكونش عندي الامكانيات الشخصية اللي اتخليني كده فلازم الاب والام هنا يساعدوا الولاد ان هم يبحطوا الحلم الحلم لكن انا لو كنت اخترت الحلم صح وبعدين خلي بالك من حاجة سورة الشام الاب والام والام مفروض يبقى ليهم دور من انت صغير لانو احيانا حاجة مثلا بتبقى مبهور بحد في العيلة او حد من المشاهير انت خلي بالك حبيبي انت ممكن تبقى شاطر بس انت صعب انك تبقى محمد صلاح فانت لازم تشوف ايه وانت تساعده ان تعرف امكانياته رايحة فين اه لا الراجل ده امكانياته رايحة ناحية مثلا الساينس احط له صورة زي واحد احمد زويل او جيف بيزوس او مش عارف اي حد من الناس الشاطر دي انا ابتدي ازرع الحلم الجواء اللي انا شايف انه هيتناسب مع امكانياته طيب لو مجموعي خني وقلت خلاص معددش فرق كله زي بعض اعمل ايه في المرحلة دي لا مفيش حاجة اسمها كله زي بعض انت جبت مجموع مش كبير ايوه دي مرحلة احباط عند الطالب طيب مش انت جبت مجموع مش كبير هتشوف ايه كليات المتاحة بالنسبالك لو فيه كلية متاحة بالنسبالك تنفع مع امكانياتك يبقى ندخلها ما تنفعش مش لقي حاجة خالص تنفع مع امكانياتك يبقى الحل انك انت تعيد السنة مرة تانية لكن مش منطق ان انا ادخل كلية مفروضة علي لان هي دي الموجودة قدام يعني فكرة ان انا اعيد دي حضرك بترجحها لو انا مفيش قدامي كلية يعني ممكن اضيع السنة بدل مضيع السنين طبعا لو مفيش كلية من المعروض قدامي او المجموع يقضي ان انا اعيد السنة وعلى فكرة دي حاجة مش سهلة يعني وارد جدا انك انت تلاقي كليات كتيرة متناسبة مع امكاني بس هنفطرت جدلا مفيش يبقى انت لازم تأيد السنة الحيرة بتاعت السنوية عامة ازاي ممكن نقضي عليها في 30 سنة التقييم الجيد للنفس دي اول حاجة حاجة تانية دراسة السوق انا بزع الاول لما حد يقول لي ايه اللي بشغال دوقتي في السوق اقول له لا اسأل ايه اللي بشغال في السوق دوقتي ويكون في الآخر متناسب مع امكانياتك انا بشكرك جدا يا دكتور آفة شكرا جزيلا شرفتنا ونوارتنا واسعتنا كالمعتاد دكتور آفة يوسف استاذ علم الإدارة استشاري التنمية البشرية بشكرا شكرا جزيلا وشكرا ايضا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة يارب نكون توفقنا فارض حلقتنا على المستوى الخبري او حتى على مستوى الموضوعات وبكرا بإذن الله حلقة جديدة من صباحة مصر